لو انت يا صديقي ما تابعتش في سلسلة الفيديوهات اللي بنتكلم فيها عن ازاي تشخص علاجك للصالع الوراثي وازاي تحدد انت عندك صالع وراثي ولا لا او تختار علاج المناسب ليك بدون الذهاب للطبيب وفي السلسلة دي يا صديقي بنتكلم عن ازاي تحدد انت في المرحلة الكام من الصالع الوراثي وازاي تختار العلاج المناسب لكل مرحلة من مراحل الصالع الوراثي وازاي تعمل لنفسك روتين تعالج به نفسك من الصلع الوراثي اصدقائنا اللي بيعانوا من صلع وراثي في المرحلة الخمسة وهي المرحلة المحورية اللي هي الشعرة الفارقة ما بين انا هقدر اعالج وارجع شعري ولا هروح للزراعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واتمنى صديقي تكون بخير وشعرك بالف صحة والف خير هنتكلم النهاردة عن المرحلة الخمسة وهي المرحلة الحاسمة في علاج للصلاع الوراثي لان المرحلة الخمسة زي ما انت شايف كده قدامك في الصورة هعرضها لك بص بيبتدي الجناب مش تسحب بقى يبتدي بقى ايه الجزيرة اللي في النص دي يا فندم تقل وترفع جدا وبيبتدي يبقى فيه هنا في منطقة الكراون او منطقة التاج نقرة كبيرة ما شاء الله حاجة كده تملى العين ومثال من الناس المشاهيرة عشان لو عايز تعرف المرحلة الخمسة دي شكلها عامل ازاي قدامك الدحيح احمد الغندور شوف كده احمد الغندور بس يسيبك منه هو مطول شعره وخلي بالك دي تركاية برضو هو مطول شعره لكن لأحمد الغندور لو حلق شعره قطير هيبان عنده انه في المرحلة الخمسة من الصلاع الوراثي زي ما قلت لك يا صديقي المرحلة الخمسة دي هي مرحلة يا اما تعالج يا اما تزرع بمعنى ايه بمعنى لو حد في المرحلة الخمسة من الصلاع الوراثي وجي يقول لي انا عاوز ازرع هقول له يا فندم اتفضل ازرع مفيش مشكلة لو حد جي في المرحلة الخمسة برضو وقال لي انا عاوز اعالج هل ليه علاج اقول لك اه طبعا ليك علاج يا فندم وتقدر تسترجع نسبة كبيرة من الشعر اللي انت فقدته فيه السابق وترجع تعمل نوع من انواع عكس عملية الصلاع الوراثي وترجع مثلا من المرحلة الخمسة دي للمرحلة التانية اول نصيحة ننصح لك يا صديقي لو انت في المرحلة الخامسة هقولك ده واجب يعني لازم تعمله وهو دمج علاجات الصلع الوراثي مع بعضها قل لي ليه لان انت في مرحلة للأسف متأخرة نسبيا من الصلع الوراثي فبنحتاج في المرحلة الخامسة تحديدا ان احنا ندمج اكبر قدر ممكن من علاجات الصلع الوراثي مع بعضها البعض عشان نحصل على نتيجة كبيرة ومرضية وده الفخ للأسف اللي بيقع فيه الكثير من من يعانوا من الصلع الوراثي من المرحلة الخامسة وهم بيعتمدوا على علاج واحد بيلاقي مسلا واحد يقول لي انا بستخدم المينوكسديل بقالي 8 شهور ومش بيجيب معاني نتيجة يا فندم عشان بتستخدم المينوكسديل لوحده وانت في المرحلة الخامسة مرحلة الخامسة مينوكسديل لوحده لأ مش هتلاقي النتائج اللي انت عايزها هتلاقي نتائج اه بس نتائج ضعيفة قليلة مش اللي نفسك فيها وقس على كده يا صديقي اي علاج من علاجات الصلع الوراثي اللي بنتكلم عنها سواء الطبيعية او الصناعية او الكيميائية لازم ندمج مجموعة من علاجات الصلع الوراثي مع بعض لو انت في المرحلة الخامسة تحديدا ودي المرحلة الوحيدة اللي انا وخدها لوحدها في فيديو مستقل يعني انا قلت المرحلة التالتة والربعة مع بعض المرحلة الاولى والتانية مع بعض وان شاء الله هنتكلم عنها بمرحلة السادسة والسبعة مع بعض المرحلة الخامسة هي المرحلة الوحيدة اللي انا وخدها لوحدها لان هي مرحلة حاسمة تكون او لا تكون والإعجاب بقى له هنستخدمها في علاج الصلع الوراثي من المرحلة الخامسة هي الحاجات اللي منتكلم عنها دايما وهي زي المينوكسديل 5% اللي تكلمنا عنده في سابق المواعيد مرتين يوميا زائد معاه حبوب الفينسترايد لو هتستخدم الفينسترايد طيب حد ممكن يقول لي ممكن استبدأ الفينسترايد بالدوتاسترايد أقول لك ممكن بس يا صديقي أنا كعمر ما بحبش أنصح بالدوتاسترايد ده لأنه عراضه الجانبية للأسف كتير جدا وخلي بالك برضو يا صديقي دوتاسترايد علاج غير مصرح من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج الصلع الوراثي ولكنه ينصح به من بعض الأطباء في حالات الصلع الوراثي الشديد والحاد لأنه هو بيعمل دلوك لأنزيم ال 5 الفا ريداكتز الأنزيم اللي بيحول التيستي ستيرون لديهايدوري تيستي ستيرون والديهايدوري تيستي ستيرون ده هو اللي بيصيب بصيلة الشعر ويسبب الصلع الوراثي ده أفضل لك تختار الفينسترايد على دوتاسترايد ولكن لو هتروح للدوتاسترايد أكيد مش هقول لك لا علاج برضو كويس وفيه الخير اللي بعد كده وانصحك بيها جدا وهي استخدام شامبو الكيتو كونازول أو الشامبوهات التي تحتوي على مادة الكيتو كونازول زي نيزولال أو نيزابيكس تتكلمنا عنهم برضو قبل كده هتستخدمهم مرتين إسبوعيا أو هتستخدم واحد من الاتنين مش الاتنين مع بعض أي واحد منهم تجيبه واستخدمه مرتين إسبوعيا برضو هيساعد معاك لأجلات الصلع الوراثي اللي هي زي المينوكسديل والفينسترايد إن هي تشتغل بقوة في بصيلات الشعر الحاجة التي لا غنى عنها وهي الديرما رولر اللي دايما بنصحك بيها دايما هتستخدمها مرتين إسبوعيا لأس بتاعها من واحد لواحد ونص ميلي إختار على حسب طول شعرك بقى طيب دول الأساسي اللي سياتك هتستخدمهم مع بعض جميل عايز بقى أنت تزود أو إنت ناوي تستبدل إنت مش مرتاح مع المينوكسديل بشكل ما أو بآخر وعايز تستبدله بشيء آخر أرشح لك إيه عندك نيو هير لوشن التايلاندي اللي من إنتاج شركة جرين ويلف وده علاج ممتاز جدا موجود هتلاقيه في السعودية وفي الإمارات والشركة بتاعته بتوصل لبعض وبعض الدول ولكن للأسف الشركة بتاعته مش بتوصل لمصر أجل برضو أصديقي أنصحك بيها لو ينفع تدخلها في روتينك لعلاج الصلاع الوراسي من المرحلة الخامسة وهي الفيتامينات وتحديدا فيتامين بانتجار قول لي ليه لأن انت بتعاني من هير مينوتريزيشن من درجة كبيرة ففي تصغير للبصيلة بيحصل فإحنا عايزين التصغير ده نمنعه زائد كمان نغزي الشعراية فتقوم الشعراية تطلع أسرع وكمان مش أسرع وبس لا وتطلع أقوى تطلع الشعراية لونها سود ما تطلعش بيبي هير ما تطلعش الشعراية صفرة والتالي أنصحك أنك تاخد كورس مكمل غذائي للشعر زي بانتجار أو أي فيتامين آخر من اختيارك قلت لك يا صديقي المرحلة دي مرحلة حاسمة جدا ومرحلة سلاحك فيها هو دمج علاجات الصلع الوراثي سويا علاج واحد من علاجات الصلع الوراثي في المرحلة الخامسة لن يؤتي أكله هيشتغل هيدي النتيجة؟ آه بس هل هيديك النتيجة الكبيرة؟ لا نصيحتي ليك ادمج علاجات الصلع الوراثي سويا لو أنت تحديدا في المرحلة الخامسة هتشوف كل الخير وهتشوف نتائج هتبهيرك بالنسبة للجراعات يا صديقي لو انت ناوي تستخدم مينوكسديل هتستخدمه مرة صباحا ومرة مساءا ده حسب ما يقوله الأطباء ولكن عايز نصيحتي أنا الشخصية عشان ما تزهقش نفسك من مينوكسديل يستخدمه مرة واحدة يوميا وهقولك على سر كده محدش هيقوله لغيري مينوكسديل تأثيره بيفضل في الشعر بعد ما ترشه لمدة 22 ساعة الهاف لايف بتاعته أو العمر النصف بتاعه 22 ساعة فممكن تستخدمه مرة واحدة يوميا نسبة ليه ألفين استرايد هتستخدم قرص واحد يوميا تركيز واحد ملي جرام ده كفاية جدا ما تزودش عن الجرعة دي لان الجرعة دي هي الجرعة المخصصة لعلاج الصلاة لو انت قررت تلجأ لحل زي دوتا استرايد عندك تركيزين تركيز 0.5 و 0.25 وأنا أفضل لك تاخد تركيز 0.25 التركيز الأقل لان الأعراض الجانبية بتاعت الدوتا استرايد يا صديقي العزيز قوية وتقيلة ومش أي حد بيستحملها حد بقى ممكن يسألني سؤال مهم هل ممكن أعمل عملية زراعة شعر وأنا في المرحلة الخامسة من الصلاة الوراثي حب أقولك يا صديقي ممكن خاصة لو عندك المنطقة المنحة مازالت كثيفة وحالتها تسمح بكده طيب سؤال بقى مهم هل إذا زرعنا شعر هل ممكن من الجأش العلاجات خلص انت ونصيبك انت ونصيبك زراعة الشعر دي يا باشا عاملة زي البطيخة تفتحها يتطلع حمرة يتطلع قرعة سواء صديقي هتلجأ لزراعة الشعر أو هتلجأ للعلاجات الحلين ممتازين لو انت في المرحلة الخامسة اختار اختيارك واختار المناسب ليك واختار المناسب ليك نفسيا قبل أي شيء كمان بس كده صديقي أتمنى يكون الكلام اللي قلنا أفادك وعجبك وإلى وعجبك كلام دوس لايك من زرها اللايك اللي تحت هنا اشترك معنا في القناة من زرها السبسكرايب الأحمر خلوا انه يبقى ماضي وفعل عامة الجرس على كله وعشان يوصل لك أي فيديو جديد أو البقول مش عرفت جدا انت شفت الفيديو ده اشوفك على خير في فيديو جديد من برنامج الإكسبريمينت سلام علي